كيف كنت؟ اتمندتكم بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة طفية لبرج التور. رح حاول احكي عن مشاعر الحبيب ونوية مشاعرك كذلك انت يا برج التور ونويةك ورح حاول احكي عن مستقبل العلاقة بينتكن. اه كذلك رح تحدث عن العزة بعزة برج التور رح نشوف هل اه في شخص جديد بحياتكن او لا. كمان بدأوا شغلي على ان هذه القراءة تنطبق على برج الشمسي والقمر والطالع. حاول تشوف اي فيديو يناسبوك اكثر. كمان في احتمالية ان تكون قراءة عاكسية. يعني الاشياء اللي بحكي عنك ممكن تطبق على الشريك والاشياء اللي بحكي عن شريك ممكن تطبق عليك. بداية يا برج التور عم شوفك اه في الابويب اه نحو علاقة ما ما بدك يعني اه يعني بدك صلحة ابدا عم شوفك مركز اكتر اه بتفكر اه بتشوف اه او بترتب اولوياتك انت يا برج التور عم شوفك عم تراقب هذا الشريك من بعيد. اه ممكن على سوشيال ميديا ما اه بتراقبه ما فقط من بعيد بس ما عم شوف في حكي بينها تكون. عم شوفك مقفل الابويب. عم شوف كذلك حتى الشريك انت يا برج التور اه مهتم اكثر اه لتصليح امور متعلقة بالبيت. كذلك متعلقة حتى بالعائلة كانوا عندو مشاكل بالعائلة. اه بحاول ان يصلحها. اه مشاكل مع افراد عائلة. عم شوفو كذلك ممكن ينوي على هجرة. اه تغيير بيت. تغيير ممكن هو حاليا بدو يسافر. اه بدو يروح على بلد تاني او على مكان جديد. اه كأنه اه يعني يعيد اه ترتيب حياته او اولوياته. عم شوف في تفكير عميق جدا للشريك. مشغول باشي عدي. عم شوف كذلك مشاعرك نحو هذا الانسان مشاعرك كتير صادقي. بتحبه كتير يا برج التور. اه بتحسو انه توقم شو علي او اه توقم الروح يعني هذا الانسان اللي يعني يكملك كشريك. يعني ارواحكم تتلاقى مع بعض وتلاقي شخصية مماثلة لقلك. كذلك عم شوف كذلك عم شوف يا برج التور على انه في خصام بيناتكم اه ممكن ما بحكي معه او زعلين عليه. اه مشاعره هو عم شوفه اه يعني ممكن متحفض بالمشاعر. اه مشاعره ما بيحكيها لقلك. ممكن ما بيعبر عن المشاعر بس هذا الانسان كتير متعلق بالعلاقته بالعلاقة معك وهذا الانسان مؤادر ينساك ابدا. اه كتير بحبك هذا الشخص كذلك عم شوفه يتعلق بالعلاقة كتير. بس ممكن هذا الانسان لا يبوح بمشاعره او يعبر بمشاعره العلاقة. عم شوف كذلك الاشياء السلبية اللي ما بتحبه فيه. ممكن الشخص اه اه يعني عنده مشكلة الغيرة عنده مشكلة اه عنده مشكلة الشك بنسبة كبيرة. دائما بيشك فيك بيشك بنوايك بشكل انه انت مسلا اه بالبيت كل مرة يسأل ليش بقى لش اه اه لش ما جاوبتني بالتليفون. عنده كتير تساؤلات وكتير افكار سلبية. كمان عم شوف الاي جي بيت اللي عم يشو عم تشوفه انت في برج الدور. عم شوفه عم شوفه انت اه شخص اه شخص بيوازن بين القلب وبين العقل. وكتير عنده اه بشي لهموم كتير للناس اللي اقراب. ممكن للام كتير بشي لهمة. اه ممكن هو حاليا يريد السفر ليحسن احواله المادية اه والعملية. ممكن لانه ظروفه العائلية ملنة جيدة او الظروف المادية للعائلة ملنة جيدة بيغتلها من العائلة. عم شوف الشريك هايك. كذلك عم شوف على انه الاشياء اللي ما بيحبه هو فيك على انه انت اه دمعتك قريبة وكتير انسان اه بتحسسه انه بدك بس غرام بدك بس علاقة بدك بس حب بس هو بيشوف اشياء اولويات كتير مهمة. ممكن شغله مشكلة العائلة وشغله مشكلة المادية. وانت اه بدك بس ممكن العلاقة ومتى ازوج فيك وهيك. اه ما بيحب هذه الاشياء. بحس انه اه شيء اه بيزعجه كتير. عم شوفه بحب فيك كذلك اه بحب فيك على انه انت اه اه شخص بتحبه كما هو. يعني بتقبل شخصيته بتحبه اه كما هو وعندك اه اقتناع بهذا الشريك. عم شوف كذلك نيته نحوك اه كتير زعلينها كمان هاد الشريك. ممكن انتو متجاكرين مع بعض ما بتحكوا مع بعض بس في حب قوي يجمع هاد العلاقة. اه هادا الانسان كذلك بيحبك. اه بس عم شوفه اه بيهتم اكتر اه حاليا مشاكل عنده بالعيلي. تشغله بشدة. لهيك عم شوفه اه يهتم له بهذا الوقت. كذلك عم شوف نيتك انت تصلح الامور بعينتكن. نيتك انه تتوازن بالعلاقة. نيتك انه انه تعود الامور الى مجارية. اه عم شوف في نية اه نحو هذي الاشياء. اما مستقبل العلاقة فانا بشوفه اه في عودة وفي رجعة وفي اصلاح الامور. عم شوفكن اه مع بعض بطريق يعني طويلة. ممكن حتى الطاولة. ما عم شوفه مستقبل يعني زاويج. ممكن نيتك انت ونيته في زاويج. بس اه مشواره او حياته لسته يعني ممكن هو لسته ما عنده فلوس عشان عشان يتزوجك او عشان اه يستقر ماديا. ما عنده مال بهذا الوقت مادية كتير. يعني مش ولابد. بس عم شوف في فرحة ازا استمرت العلاقة اه هيك. عم شوف كدلك اه للعذاب او الناس اللي ينتظرون شخص جديد بحياتهم. عم شوف اه ممكن يحمل هذا الشهر لالهم اه شريك. اه شريك ممكن يكون من برج العقرب. اه شريك ممكن. حتى من برج الاسد. عم شوفو شخص شوي اناني. عم شوفو شخص هيك مشهور شخص عنده اه شخصية اوية. عم شوفو كدلك اه ناجح مديا ناجح عمليا ناجح من جميع النواحي. اه عم شوفو اه لانه بيدهر بطاقة المجسن. اه اللي هو الساحر. عنده كتير خبرات بالحياة. وكذلك عنده شيء من الغيرة. اه وشيء من البغير عليك. بتلاقي فيه هيك طبعة شوي. يعني طبع العقرب اكتر. يميل الى طبع العقرب. اه عم شوف كدلك اه ممكن العلاقة ازا تفاهمتو مع بعض ولاقيتو حل مع بعض. عم شوف فيه زواج بيناتكن. اه بس لازم تلاقوا حلول لانه عم شوف شخصية قوية كتير. يا برج الدور. الطاقات اللي عم تطلع عندي عم شوف برج العذرة. عم شوف برج الاسد. العقرب. اه الجوزاء. الميزان. عم شوف برج الحوت. اه الجديد. والحمل. يعني في كتير وحتى القوس. يعني تقريبا كل الطاقات بعض هذه القداءة. اه هذه الطاقات اللي عم تطلع عندي حتى برج الدلو. اه انا حاول اخذ نصائح لائلك من الوراكل كارز. سامحوني انا كتير بتطع بيني. اه. 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 انا بحكي. يجوب بحكي. اه. 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 اه همشوف هادي الدعوة لانه تكون في تنقي للعلاقة اذا العلاقة مانو جيدة انو تصلحوا امور كانت عالقية كمان عمشوف انو دعوة لانه تستقبل طاقة جديدة يعنو اذا انت يعني اه حاطت حالك بمكان ما عم تخرج ما عم تلتقي مع ناس ما عم تستقبل اه طاقات ما عم تتعلم ما عم تدرس ما عم يعني ما عم تعمل شيء يا برج التور فهادي دعوة لك انو تروح اه تشوف اشياء تطرق ابوي بجديدة اذا كان بالعلم اذا كان بالدرازة اذا كان بيشغل اذا كان باي شيء انت عندك اهتمامة لالو حاول انو تروح لالو ما تقعد ابدا عمشوف كذلك انو في ابويب رح تفتح اليك ابويب خير ابويب رزقة ممكن حتى يكون زاويش اذا للبعض بدون زاويش عمشوف في ابويب رح تفتح لهيك انا مشوف الدعوة انو لازم اه تستقبل الطاقة تغير انت من نفسك لتستقبل طاقة التغيير لانو التغيير ابدا ما بيجي لحاله التغيير يبدأ من الشخص من بعدين رح يجي التغيير ما تفتكر ابدا يا برج التور انو تقعد بالبيت يعني وتسكر على حالك وتغيير يجي لحد بابك ابدا كمان عمشوف انو اه انو بيقلك انو كل شيء اه رح يحدث اه بوقته وكل شيء اه رح يحدث اه بنوع من يعني بشكل جيد وبعدين رح تفهم ليش بقى كان هذا التغيير لانو كانو انا شوف بشوف دعوة انو رح يحدث تغيير بحييتك ممكن تغيير للايجابي اكيد بس عمشوفو لازم انت تتغير فكريا انت يا برج التور لازم تعمل تنقية للتفكير تشيل كل الاشياء السلبية براسك وتبحث عن الايجابي تشتغل على حالك تدرس اه كتير اشياء اه بيقلك انو انو اه اه انو اه انو اه انو اه اه انو اه 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 انو اه 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 يأتي بلمعجزات وهذه المعجزات تصبح شي طبيعي يعني كأنه لا تأخذ اسم المعجزة فهي تأخذ اسم الأشياء الطبيعية لأن الحب يعطيك أشياء أو يعطيك قوة كتير كبيرة لهيك حب حالك حب نفسك حب العالم حب اللي حواليك حب كل شي يعني لازم تحب كل شي وتشتغل على الأشياء عشان تحصل عليها هذا كل شي بيطلع لك يا برجتور بيتمنى لك كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناة